إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل وإن أنا ختبنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل الله في كل خطب حسبنا وكفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل من ذا نلذ به في كشف كربتنا ومن عليه سوى الرحمن نتكل وكيف يرجى سوى الرحمن من أحد وفي حياض نداه النهل والعلل لا يرتج الخير إلا من لديه ولا لغيره يتوقى الحادث الجلل خزائن الله تغني كل مفتقر وفي يد الله للسؤال ما سأل وسائل الله ما زالت مسائله مقبولة ما لها رد ولا ملل فافزع إلى الله وقرع باب رحمته فهو الرجاء لمن أعيت به السبل وأحسن الظن في مولاك وارض بما أولاك ينحل عنك البؤس والوجل وإن أصابك عسر فانتظر فرجا فالعسر باليسر مقرون ومتصل كم أنقذ الله مضطرا برحمته وكم أنا لذوي الآمال ما أملوا يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا شكرا شكرا